أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن طيار المستقبل يمتلك برنامجا سياسيا وانتخابيا واضحا للجميع وقد ترجمه على الأرض في البلد خلال العام ونصف العام الماضيين كلام الرئيس الحريري أتى خلال لقائه في بيت الوسط مع وجهاء وفعليات من آل الطبش وآل جارودي وانسبائهم بحضور المرشحة عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رول الطبش جارودي التي اعتبرها من أهم المرشحات على لائحته لأنه من المراهنين على دور المرأة في المجتمع وفي السياسة وأضاف الرئيس الحريري لقد حققنا إنجازات كبرى بفضل الجو السائد من التوافق والجميع يعلمون من قام بهذه الإنجازات ويعرفون مدى التضحيات التي قدمناها والتسويات التي أجريناها حتى وإن كانت على حساب شعبيتنا في بعض الأحيان ودع الرئيس الحريري الجميع للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات والنزول إلى صندوق الاقتراع في السادس من أيار المقبل لأن مصير بيروت وقرارها السياسي متعلقان بهذه الانتخابات وكان اللقاء قد استهل بكلمة للمرشحة رول الطبش جارودي التي أكدت أن بيت الوسط كان دائما وسيبقى مفتوحا أمام جميع البيارتة وشكرت الرئيس الحريري على الثقة التي أولاها إياها بترشيحها إلى الندوة البرلمانية مؤكدة أن أل الحريري هم عنوان الوفاء في لبنان وكان الرئيس الحريري قد زار منزل السيد غسان سوبرا حيث التقى حجدا من أبناء ووجهاء أل سوبرا وتحدث إليهم عن الأوضاع الراهنة والأجواء الانتخابية السائدة مشددا على أهمية أن ينزل البيارتة بأكبر عدد ممكن إلى صندوق الاقتراع ليشاركوا في العملية الانتخابية قطعا للطريق أمام كل من يحاول أن يصادر قرار العاصمة وهويتها كذلك استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط السيد نهاد أرفلي الذي أعلن على الأثر تأييده لمواقف الرئيس الحريري وتوجهاته السياسية